مجز الأخبار من قناة الاقتصادية الأولى أهلا بكم بداية أودع 16 راغبا في الترشح لرئاسية سبتمبر المقبل السابع من سبتمبر المقبل ملفات التصريح بالترشح على مستوى مقر سلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بقصر الأمم بالجزائر العاصمة حيث انتهت العملية في منتصف الليل ليوم أمس ووقع رئيس سلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي على وصل استلام ملف الراغب في الترشح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حيث جدد الرئيس شكره لكل من ساند ترشحه في كلمة ألقاها بالمناسبة مهنئا كل الفائزين في شهادة البكالوريا وإلى جانب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الراغب في الترشح لعهدة ثانية أو دعا كل من عبد العالي حساني شريف طارق زغدود شعبي سالم يوسف أوشيش العبادي بالعباس زبيد عسول عبد الحكيم حمادي بالقاسم ساحلي رعوف العايب أحمد قورايا سليمان بو عمريون سعيدة نغزة كمال هبال عمار شكر وهشام باب أحمد تصريحاتهم بالرغبة في الترشح لمنصبي رئيس الجمهورية وفي خبر آخر تبحث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد الطاف بالعاصمة الغانية أكرا مع عدد من نظرائه لافارقة وذلك على هامش اجتماع الدورة الخامسة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي افتتحت أشغالها أمس واستعرض الوزير مع نظيره الصحراوي التطورات التي تشهدها القضية الصحراوية على الصعيد الدبلوماسي فضلا عن بحثهما لسبول تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجلات وفي لقائه مع نظيرته الغانية تم تبادل وجهة النظر بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي وبحث سبول تطوير التعاون الثنائي في أفق الاستحقاقات المرتقبة بين البلدين وسمح اللقاء أيضا ببحث سبول المضي قدما بعلاقات الأخوة والتعاون التي تجمع البلدان الشقيقة نظمت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة يوما تحسيسيا حول التصدير لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المصدرين وكذا المتعاملين الراغبين في مزاولة هذا النشاط أين تم التأكيد على أهمية مختلف المزايا والإجراءات التي أقرتها السلطات العمومية لترقية الصادرات خارج المحروقات بمرافقة وتشجيع المصدرين واعتبر المدير العام للغرفة حسين زاوي أن بلغ هدف رفع حجم الصادرات خارج المحروقات إلى سقف 30 مليار دولار في أفاق 2030 يمكن أقول تحقيقه بالنظر إلى الإمكانيات التي تملكها الجزائر كما دعا مدير التعاون الخارجي والشراكة على مستوى الغرفة كما الخفاش المتعاملين الاقتصاديين لاستغلال الفرص المتاحة من أجل التموقع على مستوى الأسواق الخارجية خاصة مع التسهيلات التي تمنحها السلطات العمومية لمرافقتهم وتشجيعهم تعطلت شركة الطيران الدولية والبنوك ووسائل الإعلام اليوم الجمعة وأصيبت بيشلل بسبب عطل تقني عالمي بعد أن أعلنت شركة مايكروسوفت عن خلل في نظامها العام العالمي وأثر هذا الخلل على العمليات في مختلف البلدان بما في ذلك المطارات الإسبانية وشركة الطيران التركية ووسائل الإعلام والبنوك الأسترالية وطلبت هيئة الطيران الأمريكية من كل رحلات الجوية الهبوط الفوري كما توقفت قناة سكاي نيوز البريطانية عن البث المباشر صباحة اليوم حسب ما أوضحه الرئيس التنفيذي للشبكة التلفزيونية وتوقف العمل أيضا في نظام الطبي في بريطانيا وفي بورسة لندن وشركة الطيران التي أصابها الخلل الذي وقع على أحد خوادم شركة التكنولوجيا كراوت سرايك رياضة الآن وبشكل رسمي فتحت القرية الأولمبية المخصصة لدورة الألعاب الأولمبية باريس الفين واربعين وعشرين أبوابها واستقبلت الدفعة الأولى من الرياضيين ومسؤولي الفرق المشاركين في الدورة التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من السادس والعشرين جويليا إلى غاية إحدى عشر أوت المقبل وعقب انتهاء دورة الألعاب الأولمبية سيتم تحويل الموقع لمنطقة سكنية ومكاتب إدارية ومحلات تجارية نهاية الموجز في أمان الله اشتركوا في القناة